وكعدتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت إمبارح ومن أهمها من إمبارح قطاع الأمن المركزي نظم حملة للتبرع بالدم شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة القطاع ده ضمن اهتمام وزارة الداخلية بملف الأمن الإنساني وتوجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين بكل المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان مبارح كمان مصر شاركت باعتبارها المنصق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ في الاجتماع الأول لكوب 28 تحديدا للمؤتمر الخاص بالمناخ ويمكن تم خلاله مناشة أليات تيسير المفاوضات لأجندة المناخ وصبل تنفيذ اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو ويمكن كان فيه تفاصيل كتيرة في هذا الاجتماع خلونا نتعرف عليها من خلال هذا التقرير أخبار كتيرة مهمة حصلت مبارح أبرزها أن قطاع الأمن المركزي بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة نظم حملة للتبرع بالدم شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة القطاع وتولي وزارة الداخلية اهتمام خاص بملف الأمن الإنساني من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكل المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان فضلا عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم خصوصا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى حتى لا يتكبدوا أي مشقة مع توفير أماكن لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية إنبارح شاركة مصر باعتبارها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ في الاجتماع الأول لمؤتمر COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ وده لمناقشة أليات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ وسبل تنفيذ اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو تضمنت الجلسة مشاورات غير رسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات ضمن فعليات الدورة 15 من أسبوع نيويورك للمناخ اللي بيعقد خلال الفترة من 17 لـ 24 سبتمبر الجاري تحت شعار نحن نستطيع نحن سنفعل إنبارح وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى كينات التحالف معرض لتوزيع ما يزيد عن 7800 قطعة ملابس بالإضافة العدد كبير من الشنط والأدوات المدرسية على أكثر من 3000 مستفيد من أبناء محافظة الجيزة نروح دلوقتي لأخبار المحافظات والبداية من محافظة دوميات اللي تم فيها دعم 300 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية تزمنا مع اقتراب العام الدراسي الجديد أما في جنوب سيناء فتم تنظيم سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات بمشاركة 30 دولة عربية وأوروبية ويمكن النوع ده تحديدا من السباقات بيكون هدفه ترويج للسياحة أكثر طبعا بكل تأكيد يا أحمد الحقيقة نروح من جنوب سيناء كمال الشرقية اللي تم إعلان فيها عن تحصين 189 ألف طائر ضد مرض انفلونزا الطيور والأمراض الوبائية أما في الواد الجديد فتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للخارجة تفاصيل وأخبار أكثر من المحافظات في السياق هذا التقرير محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار كتيرة في ضميات أعلنت مدرية التضامن الاجتماعي عن إطلاق مبادرة التضامن وأهلا بالمدارس لتقديم الدعم للأرامل من الفئة الأولى بالرعاية ممن لديهم بحد أدنى ثلاثة أبناء بمراحل التعليم المختلفة على مستوى المحافظة وده بعدد 300 أسرة وبيشمل الدعم المقدم مبلغ نقدي وكوبون استلام الزي المدرسي وشنطة وأدوات مدرسية كما سيتم التوزيع من خلال 11 إدارة اجتماعية وبالتعاون مع الوحدات المحلية بجنوب سينا انطلقت إشارة البدء لسباق شرم الشيخ الدولي للدرجات من أمام مسجد السلام ومتحف شرم الشيخ بحضور القنصل العام الفرنسي ومشاركة 400 متسابق يمثلون 30 دولة عربية وأوروبية في الشرقية حصنت مدرية الطب البيطاري 189 ألف طائر ضد مرض إنفلوانزا الطيور والأمراض الوبائية للحفاظ على الثروة الداجنة كما تم تنظيم 513 ندوة وجولة إرشادية لتوعية المواطنين في الإسكندرية شهدت المحافظة افتتاح المعرض الخيري وورش العمل المقامة لتدريب السيدات على التوعية الطبية وريادة الأعمال ضمن فعليات حملة رحلة 1000 كم بمشاركة 21 عرضة لعرض منتجات الحرف اليدوية وبمشاركة 150 متدربة و50 رائدة اجتماعية في الوادي الجديد أكدت المحافظة على استمرار العمل بالمرحلة التانية من مشروع إمداد مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي بضخ الغاز للمتعاقدين بحي 25 يناير البالغ عددهم 700 عميل حتى الآن وده بعد الانتهاء من مد خط الضغط المتوسط المغزي للقطاع في كفر الشيخ يشهد مبنى المجمع بقرية الدويدة بقمسيون غرب اتبع لمركز مطوبس رفع كفاءة مشغل خياطة ومصنع سجاد نصف آلي وده في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية في سوهاج بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معانجة صرف صحي طهطة بتكلفة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه وتم إنشاء المحطة على مساحة 15 فدان وتبلغ تقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب لكل يوم وده بهدف التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وللحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المينيا سلم برنامج فرصة 13 مكينة خياطة حديثة وأقمشة متنوعة ومستلزمات خياطة لـ 13 مستفيدة وتم عمل دورة تدريبية كاملة مجانية لمدة أسبوع على الخياطة والتعامل مع الماكينات لضمان لاستخدام الأمثل من قبل المتدربات من المستفيدات من البرنامج وده من أجل تقديم كافة التيسيرات للمبادرات والبرامج اللي بتعمل على خلق فرص عمل خصوصاً للشباب والمرأة